ولكن اللعيب نفسه كمان ليه دور ليه دور في الملعب انا ممكن اكون مش موافق انا مستغرب كمان نقف هنا بس انا مستغرب من الناس اللي طلعت هرتل وتقول اي كلام وتقول لك ايه ده ماتش اسموحة والله اسموحة يكسب ستة ثلاثة ده اسموحة مش عارف عمل ايه ده اسموحة انا مش عارف يا اما الناس دي مثلا سمعت من حد ما عندوش فكرة عن الكرة يا اما هم اصلا وده يعني ايه ده الاصل انهما ما عندوش فكرة عن الكرة وبيتكلموا كده او ما شافوش الماتش لان الوضع الطبيعي في الماتش ده ماتش من ضمن الماتشات اللي النادي الاهلي خلق فرص لنفسه عمره ما حصلت في اي ماتش من فترة كبيرة عارف يعني اربعة وثلاثين هجمة في المباراة اربعة وثلاثين هجمة منهم ستاشر فرصة حقيقة في السكس يارد ستاشر فرصة حقيقة بنتكلم عن اهدار فرص ولا في الاحلام بس الكرة مش عايزة تديلك الماتش ده في نفس الوقت اه سموحة راح بست سبع كور او ست كور تلاتة انفراضات وتلاتة جوار ما تقوليش بقى ان ده الاهلي والله كان لازم يخسر الماتش ده ستة تلاتة ولا ستة اتنين وانت ساعتك ما شفتش الفرص اللي ضعت من النادي الاهلي شفت بس فرص سموحة الستة بتوع سموحة بس هم اللي شفتهم ما شفتش الستاشر فرصة بتوع النادي الاهلي اللي في السكس يارد ويطلع اقولك ده الاهلي فلت من هزيمة إيلا يعني فلت من هزيمة إيلا مش هتكلم لان اللي تكلموا بالاسلوب ده واضح جدا 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 ان ليهم اغراض تانية واضح كمان اصلا انهم ما عندهمش فكرة عن الكور ما عندهمش فكرة وبقصد كل الناس اللي تكلموا بالاسلوب ده بقصدهم بقصدهم ولو عايز اقول لقسمين كنت حاول لقسمين بس يعني من الافضل ان انا مجيبش سريته فالفترة دي آه كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء بس ده ماتش من الماتشات اللي النادي الأهلي خلق فرص ما تخلقتش مثلا بقالها سنة بالشكلة يعني فعلا الوضع الطبيعي انك تطلع كسبان 11.5 11.6 12.6 ده الوضع الطبيعي انما اللي حصل خلاص مش يومك كان فيه تأثير آه كان فيه تأثير فيه أخطاء أكيد كان فيه أخطاء كان فيه أخطاء سواء من النواحي الدفاعية أو النواحي الهجومية النواحي الدفاعية كان فيه أخطاء كارثية خسرتنا الجيم خسرتنا المباراة النحقة الثانية استغلال الفرص كان ضعيف جدا 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 من كمية فرص ما جاتش في ماتشا قبل كده لنادي الأهلي من فترة كبيرة كان فيه تأثير النواحي الدفاعية وتأثير في النواحي الهجومية وفي الآخر مش يومك في الآخر مش يومك خلاص الكرة مش عايزة تديلك لكن مش معنى كده ان انت تقول لا ده النادي القليل كان لازم يخسر لا ده كلام فارغ بصراحة والكلام ده ليه غرض معين انما لا اللعيبة دي احنا وراها الاخطاء حتتصلح ان شاء الله حتتصلح بس انا كلعيب في الملعب علي دور الفترة اللي جاية علي دور مهم جدا 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 لازم لما انزل اموت نفسي في الملعب حتى لو اليوم مش يومي غلطت في كرة يبقى كرة اللي بعدها مغلطش مكررش الخطأ انت بتلعب في النادي الاهلي بتلابس الفنية للحامرة توراك جمهور عظيم انت بتبحث عن هدف واحد بس انك تكسب بتبحث عن بطولة كل بطولة بتخلش فيها عايز تكسبها يبقى انا دوري في الملعب دور مهم جدا 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 حتى لو مش موفق يا ما يا ما متشات كنا مش موفقين فيها وفي ما تشات قصرنا وفي ما تشات قصرنا بس لما تنزل الملعب وحتى لما مش موفق لا تلعب بروح وشخصية النادي الاهلي روح الفنية للحامرة ده وجبك كلاعيب الاخطاء تبدو متكررة بصورة سازجة شوية نتمنى الفترة اللي جاية يعني الاخطاء ما تتكررش تاني الاخطاء هتفضل تتكرر بس الخطأ ما يكررش مرة واثنين وثلاثة أنا لما يعني برتكب خطأ بحاول بقدر إمكان الكرة اللي بعدها يعني أصحح ما عملش الخطأ ده ممكن أعمل خطأ تاني ممكن برضو أستفاد منه بعد كده ما يكررش نفس الخطأ أنت لعيب نادي أهلي نزلت الملعب ليك شخصية روح غير الروح اللي بيلعب بيا أي لعيب تاني في أي نادي تاني عليك دور مهم جدا الفترة دي الفترة دي عايز أقول حاجة هو نجاح اللي المدير الفني بيعتمد على إيه في المقام الأول نمرة واحد اللعيبة ممكن أكون مدير فني كويس بس ما عيش قماشة كويسة تنجحني وتنجح أفكاري وتنجح المهم اللي أنا عايز أدالهم في الملعب وتنجح طموحي فاللعيب عليه أساس كبير جدا 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 بيجنب طبعا الجهاز الفني ولكن اللي حينجح الجهاز الفني اللعيبة